شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على التزام الحكومة بالعمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ونوابه الثلاثة الجدود خلال هذا الاجتماع وجه رئيس الوزراء بأن تكون هناك خطة واضحة للترويج للاستثمار في مصر وأن تكون لديها مستهدفات محددة على أن يكون للحكومة مستثمرون مستهدفون على القائمة كما أوضح مدبولي أنه سيتم عقد اجتماع لاستعراض خطة الهيئة بشأن المناطق الحرة وإجراءات التوسع في إنشاء هذه المناطق خلال الفترة المقبلة ترجمة نانسي قنقر